أعلن تنظيم حراس الدين الإرهابي عبر حسابه على تيليجرام قتل القيادي أبو خلاد المهندس أول من أمس الخميس جراء انفجار قنبلة وضعت في سيارته وقال التنظيم في منشوره مجهولون يغتلون بعبوة الناسفة القيادية في تنظيم حراس الدين سهايب أبو خلاد المهندس في مدينة إدلب وأظهرت جميع الأدلة الأولية متعلقة بحادثة قتل أبو خلاد في حي الجامعة التابع لمحافظة إدلب السورية أن هناك جهة غير معروفة مسؤولة عن قتله إذ تبين أن الحادثة ناجمة عن تفجير قنبلة زرعت في سيارته قبل أن يستقل لها ورجح الخبير المصري في التنظيمات الإرهابية الدكتور ماهر فرغلي أن تكون هيئة تحرير الشام ممثلة بقائدها أبو محمد الجولاني هي من خطط ونفذ عملية تفجير سيارة القيادية في تنظيم حراس الدين أبو خلاد المهندس وأوضح فرغلي في مكالمة هاتفية أجرتها معه قناته الآن أن الخلافات بين القادة المنشقين عن تنظيمي جبهة النصر أولا وهيئة تحرير الشام أخيرا مع التحاقهم بتنظيمات أخرى أسفر حقا عن محاولات اغتيال وتصفية فيما بينهم وأشار خبير التنظيمات الإرهابية إلى أن عمليات الاغتيال استهدفت مقرات اجتماع ووجود بعض القادة لافتا إلى أن أبو محمد الجولاني تعرض سابقا لمحاولات اغتيال فاشلة وتفاعلت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع حادثة قتل أبو خلاد إذ قالت ناشطة تحت اسم هل ترانا نلتقي لا يستبعد أن يكون الفاعل هو الجولاني داعش ليس لها مصلحة في تصفيته ونشر مركز إدلب الإعلامي فيديو للحظات الأولى التي أعقبت تفجير سيارة أبو خلاد يظهر قيام مجموعة من الشباب بإطفاء المركبة المشتعلة وإخراج جثة القيادي منها والقيام بوضعه على الأرض يذكر أن قاضي محكمة أمن الدولة في الأردن طالب بتجريم أبو خلاد المهندس اسمه الحقيقي ساري محمد حسن شاب والملقب أيضا بأبو سفر الحزين وسهيب بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية غيابيا إلى جانب 15 شخصا أهمهم زميله في تنظيم حراس الدين أبو القسام العاروري خالد مصطفى خليفة خليفة العاروري وذلك في قضية عرفت بتنظيم القاعدة وحركة أنصار الإسلام العام 2003 وشهدت الأشهر القليلة الماضية قتل قادة في تنظيم حراس الدين بقصف وغارات جوية في وقت أظهرت فيه المعلومات وجود وشايات عن مقرات وجودهم الأمر الذي يضع أفراد التنظيم في حال خوف من تعرضهم لمصير قادتهم في التنظيم